مواجهة كبيرة تجمع الأهلي بالتراجي في النهاية الأفريقية والأهلي المرى الخامسة على التواري في النهاية الأفريقية شايف المواجهة دي هتكون عاملة ازاي؟ هي الحياة بتختلف عن مواجهة الزمالك أنا شايف نهضة بركان يعني فرقة مكتهدة لكن سهلة انك تفوز عليها انت بتتكلم هنا على أهلي والتراجي ناديين الحقيقة عندهم الخبرات الكبيرة جدا عندهم التعامل مع المواقف الصعبة التعامل بشكل جيد جدا في البطولات خاصة في النهايات يعني كل الأمور فيها تشابه وإن كان النادي الأهلي أكثر خبرة واستقرارا في هذه الجزئية وفي العادة ما بيفرطش في أي نهاي يمكن التراجي يعني من سنتين فاتوا كان الحقيقة في وضع مش كويس ما كانش بيقدي بالشكل المطلوب يمكن بدأ السنة دي بشكل جيد بقى فيه تنظيم بقى فيه خبرات موجودة جوه الملعب فهي مباراة صعبة لو قدر يعد النادي الأهلي وأعتقد يقدر يعدي بمنتهى السهولة لأن مشكلة التراجي خط مبرامة التراجي الحقيقة في البطولة العربية هناك في رادس عنده مشكلة في حتة قلبين الدفاع في ناحية الدفاعية هم ممتازين في الكرات العالية الأرضية فيها مشكلة بلعبوا على خط واحد وهكذا يعني فاعتقد النادي الأهلي لو قدر يستغل هناك وهو قادر بس أنا من وجهة نظري وجود أفشى دروجي أفشى دروجي صانع لعب احنا ليه الحد دلوقتي بنقول أحسن صانع لعب في مصر عبدالله الصعيد رغم أن تسعة وتلاتين سنة عشان عنده الجزئية دي سهل جدا يوصل مواجمين هو استخدم المساحات اللي هيشتغل عليها أكيد النادي الأهلي فأنا شايف النادي الأهلي بأي حالة من الأحوال صعب يخسر هناك وسهل جدا يكسب هنا صعب يخسر هناك وسهل جدا يكسب هنا من هذه الوقت حضرة لك المتفاعل أنا لا ياخد دولة أبطالة أفريكا زي ما لك ياخد الكون في دراجي مبساطة يعني هم الأقرب عمليا وكل شيء كابتن عمر دايما تشرف ودايما تنور دايما وجودك عزيز علي جدا أنا بشكرك شكرا يا كريم أنا اللي سعيد جدا وأنا معاك كنت عارف في أي وقت أنا موجود أن تخويها حبيبا صعب ناك النهاردة لا حبيب شكرا شكرا